اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ست سبن خبز الحياة انا ميري دانيال ازايك ستيفن اهلا ميري ازايك انا كويس ممكن تعرفنا بنفسك انا اسمي ستيفن انا بشتغل دكتور دكتور نفسي بخدم في كنيسة عصد دبارة في اجتماع الشباب بقى لي حوالي عشر سنين وحاليا انا جزء من الفريق اللي بيقود خدمة الشباب بجوها الكنيسة احنا كانوا على موضوع يعني كبير كده شايك اللي هو الايمان والاعمال احكيني كده عن خبرتك في الموضوع له الحقيقة خبرتي في الموضوع ده يعني لو هديها عنوان هيبقى الصراع موضوعنا صراعتي معا كتير واعتقد اني عيشت كتير سنين في حياتي بعرق بين الفرقتين زي ما الكتاب بيقول شوية بميل لفكرة انه احنا هنخلص بالاعمال ويمكن لما كنت بميل مش بس بميل فكريا لكن كمان ابقى كتير احنا بنبقى بميل لفكرة من خلال تصرفاتنا واسلوب حياتنا فكتير احنا بنبقى عايشين اسلوب الحياة بتاعنا بيقول ان احنا مؤمنين انه هنروح السماء وربنا هيخلصنا بناء على اعمالنا ازاي بقى يعني انت بالنسبة لك ده كان ازاي يعني انا اعتقد في الوقت ده في حياتي اللي كنت بصدق فيه انا تولدت لعيلة مسيحية عيلة قريبة ربنا اتعاودنا نروح الكنيسة من احنا صغيرين واعتقد ده علمني تقوص كتيرة اوي في حياتي اعملها كعادة اتعاودت عليها منو انا طفل صغير يمكن من سن ابتدائي وعدادي وكتير او من التقوص دي تقوص كويسة وتقوص حلوة واعتقد انه يمكن كتير اوي لما بنتكلم على انه الخلاص مش بالاعمال الحلوة وكأننا بنقول ان الاعمال دي مش كويسة في حد ذاته او ان هي لا تنامي وما تكبرش لكن الحقيقة انا او من ان في كل الاعمال وكل التقوص المسيحية الدينية بمختلف التواف هي تقوص ربنا بيباركنا من خلالها وبنتعلم حاجة كتير اوي من خلالها لكن اعتقد بتبقى المشكلة في ان احنا بنصدق ان ايماننا من خلال الحاجات دي انا ببقى كويس انا ببقى حلو في عين ربنا عشان بعمل كده فانا من لما كنت طفل صغير اتربيت وكبرت على التقوص مختلفة حتى جزء منها اني اقرأ الكتاب في وقت معين واني احفظ ايات اني كنت مدخيل ان هو ده اللي هيخلي ربنا يبصلي ويكون مبسوط مني وهو بصصلي وهو فرحان بيا واعتقد دخلت في صراع حقيقي مع ربنا وانا في الكلية وبدأ الصراع مع فكرة انه تب ازاي بالاعمال يمكن وانا في قولة كلية في قولة كلية الطب لاني بدأت احس انه يمكن الفكرة فيها سنة سازاجة لو ربنا بيحاسبني بالاعمالي لو ربنا بيشوفني من خلال اعمالي لانه يمكن لما قريت شوية في الدوافع الانسانية اكشفت انه صعب اوي نحكم على الاعمال حلوة او وحشة بس من برة بس من الخارج لكن كتير اوي لنفس العمل في مواقف تانية بيبقى لي دوافع مختلفة فكتير اوي بعمل حاجات كويسة وبعمل تقوص دينية وبعمل كمان خدمة وبقدم حاجات وبقدم وقت ومجهودة ووقات كمان فلوس بس الحقيقة بدافع اني انا اظهر واني انا قبان واني انا بقى رقم واحد فالحقيقة انه اكتشفت انه كتير اوي بعمل بس الحقيقة بتلفوا الدور حوالي انا انا رقم واحد انا عايز كل حاجة تكون حوالي فكتير اوي الخدمة والحاجات الحلوة اللي كنت بعملها هي في الواقع ايمان في نفسي ايمان في قدراتي ومواهبي فقلت لو الهنا بيبصلنا او لو الاله اللي احنا بنقول عليه حكيم وكل الحكمة بيبصلنا ويحكم علينا من خلال اعمالنا او تصرفاتنا او قد احنا بنعرف وبنعمل وملتزمين في طقوس معينة او في اعمال معينة حلوة اعمال خير اعمال رحمة اللي قلنا عليها انها اعمال فعلا كويسة وحلوة وربنا فعلا بيوصينا نعملها لكن لو الله بس بيحكم علينا من خلال دي اعتقد الفكرة حاستها سازجة وبسيطة وسط حية شوية واحنا البشر دايما عندنا مشكلة مع نظرتنا عن نفسنا اغلب حتى الناس اللي بنشوفهم في مجال الطب النفسي من اكتر المشاكل اللي بنلاقي اللي بتصارع معي هي فكرة نظرة الشخص عن نفسه واعتقد واحدة من الحاجات اللي التقوس الدينية بتعملها فينا انها بتخلينا نحس ان احنا كويسين حتى لو احنا في الواقع فبنعمل صحة كده بنعمل تشيكليست كده اللي هينور عليك فبنبقى اللي هو حاسين لا احنا فعلا كويسين ايه ده انا صليت ايه ده انا صمت وكمان فكرة انه الحاجة الحلوة تشيل الحاجة الوحشة بيني وبينك هي مريحة شوية لاني هعيش براحتي هعمل اللي عايز اعمله وبعد كده هعمل حاجة حلوة تشيلي الحاجة الوحشة وهو ربنا بيوزن وبحاول اتأل الحاجات الحلوة حتى لو بعمل الحاجات الوحشة التانية على مزاجي فالحقيقة فكرة مريحة للانسان لكن كمان مش بتكشف دوافع الانسان اوقات كتير ايه بعمل الحاجات الحلوة ودوافعي مش مش في الحتة الصح مش بعمل الحاجة الحلوة عشان خاطر انا فعلا بحب الناس وعشان خاطر انا فعلا بحب ربنا ودي الوصية للمسيحية المسيحية بتدور حوالين المحبة لو احنا بنقول ان احنا مسيحيين وبنروح حنروح السماء بناء على هذا الامان المسيحي فانا محتاج افهم انه الامان المسيحي بيقوم على المحبة والمحبة فيها ان انا بخلي الاخر انا بخليك انتي قبلي فلو انا بعمل معاك خير عشان خاطر في الحقيقة انا عشان خاطر كنتي عشان خاطر تقولي عليك ويس وعشان خاطر ازهر وعشان خاطر ابان فانا المصدر فهنا الأخذ بالأعمال إنها فقط يطلق عليها أعمال كويسة فكرة مش بتنزل للعمق والإنسان عميق الإنسان عنده دوافع وعنده نواية ومعقدة فصعب قوي إن أكون بس بحكم بالحتة السطحية الظاهرية عايز أسألك حي كمان تفتكر لو أنت قدمت محبة لحد وإنت تدفع لجوك هو أنت مش الشخص هو بيستقبلها إزاي يعني أعتقد اللي خلاكي تسألي السؤال ده كمان إن أنت من جواكي حاسة أنه الإنسان ما بعرفش يستقبلها وأنا أعتقد كده يعني اعتقادي الشخصي طبعا ما قدرش أجزم بنسبة مية في المية أكيد ربنا أوقات بياخد اللي بنعمله حتى يبدأ وفعنا المعكوكة عشان بس مش عايز حده هو بيسمعنا يتعقد صح مرات بيقى في حد اللي هو عطشان قوي بالزبط وما يصدق حد يديله محبة فينبسط ويستقبلها الحقيقة فعلا بيبقى صعبة قوي على الناس تستقبل المحبة وتستقبل العطاء لو أنت ده وفعك أو لو أنت ده وفعك مش حقيقة وحتى لو استقبلوه مش لازم يوصل له مش بيعمل التأثير بتاعه يعني الله بيكلمنا عن نوع محبة بيغير حياة الشخص بيصنع فرق في قلب الشخص الشخص لما يوصل له نوع الحب ده يتعزى جواه ويفرح فنوع المحبة اللي بيكون فيه أنا السورس أنا المصدر أنا نمبر ون أعتقد أنه حتى لو الشخص الأدامي حتى لو أقدمت لك النوع ده من حب وإنت استقبلته ما أعتقدش أنه هيكون ليه التأثير العميق اللي إحنا بنبحث ونبقى عايزينه يعني كأنك عايز تقول أنه موكنا بقى أنا عملت مجهود جامد جدا عشان أوصل لك محبة بس المجهود ده طالع مني عشاني فأنت يوصل لك حتة صغيرة قوي مش بتساوي المجهود اللي أنا عملته أنا ممكن أعمل مجهود صغير جدا بس جواه محبة حقيقية لك أو جواه الإيمان اللي بيعمل ما أبقاش عملت مجهود جامد بس يوصل لك محبة كبيرة لأنها جاي من ربنا مش جاي مني أنا أعتقد كمان يا ميري لو هنبدأ نتكلم على فكرة الإيمان أنا بصراحة أكتر فكرة شغلاني من ساعتنا بدأت تفكر في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة وهو في عقوب 2 وهو بيتكلم على فكرة إنه الإيمان بدون أعمال ميت وأعتقد هنا هو بيتكلم على فكرة الإيمان مش التصديق العقلي يعني إحنا كلمة إيمان أعتقد عندنا مشكلة في تعرفها لكن أعتقد هو بيتكلم هنا على فكرة الثقة في هذا الإله أنا لم أقولك أنا ميري أنا مؤمن بيكي يعني أنا مصدق فيكي أنا واثق فيكي فأنا هطيعك وهسمع كلامك والذي هتقول لي هعمله أنا مصدق فيكي وأعتقد لما إحنا بنؤمن بهذا الإله أو إحنا مصدقين في ربنا بقى إحنا محتاجين نحط ثقاتنا فيه ونمشي وراه ونعمل اللي هو بيقول لنا عليه ونعمل اللي بيكرمه هو فهو السنتر ولو هو بيقول لنا يكرمه الناس فإحنا بنكرم الناس فساعتها فعلا لما بعمل حاجة ولو بسيطة فيها أنا بخليكي قبلي بخليك أنت رقم واحد ورقم اثنين بتفرق قوي 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 وساعتها كمان الروح القدس جوايا بيقدني وبساعدني أبقى فعلا بعمل الحاجات في الوقت اللي أنت فعلا تبقي محتاجاة واللي أخويا فيه بقى محتاجه فتطلع حاجات صغيرة قوي في أوقات تلاقيها عملت فرق كبير قوي وأنا ببقى شايف إيه ده رب إمتى أنا عملتش حاجة أنا قلت كلمة رحت مشوار اتصلت تليفون بالزبط أنا ما عملتش حاجة يا رب ده حاجة صغيرة قوي مسألة الحقيقة هي قيادة من الروح القدس اللي هو بعارف كواس قوي احتياجاتنا وكمان الحاجات دي بتتغير فينا ساعتها عمل المحبة ده اللي هو بيبقى نابع من إيمان اللي فيه أنا مخلي ربنا والناس هم رقم واحد ومخلي الناس رقم واحد لإني مؤمن بالإله اللي قال لي خلي الناس رقم واحد ومصدق فيه فساعتها ربنا هو اللي بيقودني وكمان بيغير فيها بيشكل فيها بيعلمني ما بقاش متمحور حوالين نفسي وحوالين أنا أبقى إيه ومركز قوي مع نفسي فبالتالي ربنا بيستخدم حتى اللي بعمله مش بس إنه يغير في الناس ويأثر فيهم لكمان يغير فيها ويشكل فيها فأنا كمان أستمتع بالإله بعمله طيب خلينا نقول حاجة عملية عنك إنت ستيفن يعني أنت بتقول إن أنت كنت بتتأرجح ما بين الاتنين فكنت رايح ناحية الأعمال في وقت بتعمل حاجات عشان ترضي نفسك أو تعمل تشيكليست وتقول لربنا أو تقول لنفسك أنا كويس وزي الفل لما روحت للإيمان كنت تعمل إيه وإيه الوزنة بتاعتها سؤال حلو أعتقد كتير قوي وزي ما قلت لك هو الصراع قائم لحد النهار ده لو هتكلم بشكل عملي إزاي لما بأخذ الإيمان أو الأكستريم التاني ده بيبقى شكل عامل إزاي أتوقع وبرضه هو في عقوب اتنين بيوصفها بطريقة حلوة قوي لما بيقول إنه لو أنت جالك اتنين فقرة وما عندهمش قطهم اليوم يعني مش عالفين يأكلوا وشربوا وقلت لهم يعني هو بيصيغها بطريقة بس يعني بلغتنا النهار ده نروحوا بأكلوا ومزفتوا بلغتنا النهار ده لبنا باركوا يعني أيه ربنا يسهلك هعتقد كتير قوي في كنايسنا كمان من خبرة يمكن الكنسية بنقع في الحتة دي إنه إحنا بنقعد نصلي للفقرة كتير قوي 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 حتى بنفكرش هم فعن الفقرة محتاجين إيه بنفكر للمتشككين في وقت كنت بشاب بفكر في وقت أنا شخصيا كنت متشكك في إيماني كنت بصلي للمتشككين لحد ما ربنا قدني إني أبدأ خدمة في الكنيسة عندي في الاجتماع بتاعي للناس المتشككين واللي عندهم أسئلة وقتها أنا كنت حاسس آه إحنا نقعد ونصلي ونكمل نصلي مرة كمان أنا مش بقلل من دور الصلاة في ناس شغلانتها تصلي في ناس دورها إن هم يفضلوا يصلي بس أوقات كتير قوي بنقع في غلطة إنه هو ما بننزلش نعمل الدور اللي علينا ما بننزلش نزحزح الحجر فبنصلي لمتشككين بنصلي للمرضى بنصلي للفقرة بس الحقيقة إحنا مش بنعمل وصية الكتاب اللي بيقول ما له ثوبان ياخد واحد ويدي هي صعبة يعني أنا أعتقد أنا لو عندي ثوبان بهذه الطريقة بتبقى صعبة وهي بتبقى صعبة علينا قوي إن نرمي الهدوم اللي إدمت عندنا فما بالك لو فعلا شخص ما له ثوبان وأنا أعتقد كان ربنا بيقولها عشان يصعبها عشان يقول لنا مش هتبقى سهل عندك من احتياجك عندك حاجة أنت مش سهل عليك إنك تطلقها فكتير قوي بنصلي للناس اللي عندها احتياج بس إحنا ما عندناش استعداد ننزل ونشوف إزاي ممكن نساعد في تزديد الاحتياج فأعتقد الإيمان هي إن أنا بس إيه أنا مصدق ربنا هيعملها ربنا هيعملها ربنا هيعملها طب وأنا فين؟ أنا قاعد بيقوله يا رب أعملها بس أنا ما عندناش أي استعداد أخد أي مبادرة وأعمل أي حاجة أنا بس هقوله يا رب أعملها يلا وكأنك كده يا ستيفن بتقول إنه إن أنا أسأل نفسي سؤال لو أنا شايف إنه مفيش حاجة بتتغير فيها أو مفيش حاجات أنا بعملها نتيجة لإيماني مش أنا بعملها عشان أبقى مؤمن لكن أنا بعملها طبيعي بسبب إن أنا مؤمن أصلا فأنا مؤمن لو أنا مفيش حاجة تغيرت فيها مفيش حاجة تغيرت في التصرفاتي في حياتي في طريق تفكيري في تعاملي مع الناس يبقى هنا فيه علامة استفهام يبقى أنا محتاج إن أنا أسأل نفسي هو أنا هو أنا فين بقى هو أنا مؤمن بجد ولا مش مؤمن بجد هل حصل معي كده؟ هل في وقت حاسيت إنه ربنا بيقول لك أريني بقى أعمالك إيمانك؟ هرجع للصراع اللي قلت لك إنه بدأ معايا في سنة قولها كلية وكمل وأفتكر إنه فونا في سنة تالتة طب كان فيه نوبة أخرى من الصراع اللي كانت قوية قوي في حياتي وأعتقد كانت الجملة لجواية ساعتها من ربنا أنت بتتكلم علي كتير أكتر ما بتتكلم معايا والحقيقة الجمل دي والكلمات دي مش بس فرقت في علاقتي مع الله لكن كمان فرقت في علاقتي مع الناس يعني إجابة أنا على سؤالك يعني مش بحاول أخرج براه بس الحقيقة إنه الإيمان اللي ما يغيرنيش قبل ما يغير تصرفاتي هو مش إيمان هو الأعمال القائمة على توصيات لو أنا بعمل ده عشان بس ربنا موصيني هي زي ما قلت لك هو نوع محبة ممكن حتى لو استقبلتيه مش هيغيرك وحتى لو استقبلتيه وغيرك عمره ما هيغير فيه مش حقيقي مش حقيقي لكن النوع الحب ونوع العلاقة ونوع ممارسة التقوس حتى اللي مبنية على إيمان حقيقي وتزديق حقيقي في ربنا اللي بيديني وصائل وبديني أسلوب حياة أعيش بي ده بيغير فيه فبالتالة صرفاتي بتتغير نتيجة ده نتيجة ده بيخرج مني لأنه أنا بيتزرع فيه أنا بيتزرع فيه حب أنا من خلال إيماني بالله وثقتي بأنه مات علشاني ودفع تمن خطيتي ده بيخليني أشبع حب أبعارف أني محبوب ولما أشبع حب أعرف أحب كتاب قال إنه هتجري من بطننا يعني بيع ماء حية فعمري ما هروي غلّا ما تروي لأنه هي عاملة زي أنا قناة أنا قناة المية بيتعدي فيها فلو أنا فعلا ما بطلعش مية وما فيش مية بتخرج مني يبقى المية ما بتخشش يبقى أنا فعلا فيه علامة استفهام على إيماني وثقتي وكمان حتى علاقتي بهذا الإله لا بقول أنا بقرأ في الكتاب أنا بصلي أنا بروح حطر الاجتماعات أنا بعمل تقوز كتير قوي بس ما فيش تغيير عميق جوايا ما فيش تغيير عميق في حياتي فبالتالي ده يظهر على تصرفاتي وده يبقى ثمر التغيير اللي بيحصل جوايا يبقى أكيد زي ما أنت بتقولي أفقك مليون في المية إنه فيه علامة استفهام ويحتاج بقى روح أععد مع ربنا وقول له اختبرني اختبرني يا رب ويعرف قلبي ويعرف اتجاه قلبي عامل إزاي فكأني يعني عايز أقول إنه إحنا دايما زي ما أنت قلتي فيه خناقة ما بين الإيمان والأعمال ولكن هما في الحقيقة هما إخوات هما لازم يمشوا مع بعض لأنه أنا بتغير فبعمل ولما بعمل بتغير وهكذا كأنها دايرة أنا بدخل فيها وهم الاتنين كأنهم بيحوطوني ويشكلوا فيها ربنا بيوصيني أعمل حاجات تغيرني ومن خلال الحاجات دي بتفتح سكة وبتفتح مجال الله يدخل في حياتي فيغيرني فاتت العمالين تصرفات وأعمال وهكذا فلاقي نفسي تغيرت فمبسطت وحسنا ده نتيجة الإيمان فأكبر في إيماني وهكذا بس ضبط ولو شكيت هرجع أسأل نفسي أنا ماشي في حاكتين غير بعض يبقى أبتدي أركز مع أشوف بقى ربنا يقول لي مرسي ستيفن مرسي لك مرسي لك